أخوتي بغربة السلام عليكم اليوم سنذهب إلى أسعار المحروقات في أمريكا دعوني ما يتبقوا قارنا مع المغرب أمريكا أول حاجة أمريكا كورسي كدير لساس راسو أمريكا كورسي كدير لساس راسو فعندنا الـ regular وعندنا الـ plus وعندنا الـ premium والأغلبية يكونوا ساس قليل الـ diesel يعني الماظون المقصة هي لعظة أو خدعة في 2011 كان سعر البرميل 111 الإساس كان في المغرب 9.90 الآن سعر البرمين 6.48 بل 9.38 لساس باقي تتحول فصلة تمال كماشتونا جوز دولار عملية حسابية كتقول بأنه تقريبا 90 ريال الليترو لساس مريكان الخاص من المغرب نقول بأنه المغرب كيستورة دين ولكن نقول بأن اليابان مثلا كتسورة كل شي بما فيها الليساس ولكن رغم ذلك الليساس في اليابان أرخص من المغرب إطار المنافسة ملبوبة الليساس ديبك يطيح شوية تمال دون أن يتجاوز سعر السوق الذي يحدد بالعرض والطلب موسيقى الشعبية السويد دروا خطة باش يحاربو احتكار وارتفاع الأسعار ديال الليساس ألوك دوكي آتاكي وغاستيشن واحدة ما قدرشوا عنه في المغرب أن تنجح الخطة لأنه التمسيح والحوث الكبير كيعونوا مضياته موسيقى موسيقى في المغرب هناك ما يعرف به أغنيك بولي وهي الاتفاق على السعر مسبقا على السعر واحد مسبقا هي عملية شبه قانونية ولكن ممكنة لأنها تكون سرية ولا يعلنوا عليها وتكون ممكنة في الصناعات المحدودة المنتجين بحل أوبك بحل صناعات الأسلحة في المغرب هناك احتكار هناك سباسرة هناك تمسيح موسيقى في المريكان تم دي الليسانس يتبدل من حي الحي من مدينة المدينة من ولاية الولاية بل حتى من سقق الزاق موسيقى كان كل بومبة الليسانس تجد مناطر كل الصباح يدور في السكتور يقارن الأسعار ويحاول يطيح شوية الربح كبير هو في السيبر مارشيس يكون في الكاستيشن يطيح لكثمال باش تدخل الشريم عنده نحن كنين في الكاستيشن ما بين هذا الكاستيشن وكاستيشن اللي قنفز معها كتلقات سمال مختلف أي واحد يمكنني دي الكاستيشن ويسميها بسمية اللي يبغى جونس ولا إدوارد ولا أي شيء أما في المغرب فعلا الدولة كتفرد نفطر تحملات تعجيزي اللي يبغيها الكاستيشن إذن هناك احتكار في النهاية بريد نقول أين هو ضور البقاسة أين هي النزاهة أين هي حولية المنافسة أين هو ضور مراقبة أسعار إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة